أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أكد أن مملكة البحرين حققت إنجازات مهمة على مستوى تطوير منظومة العدالة الجنائية تشريعا وممارسة وأشار سعادة الوزير لأهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي أسهم في إحداث تغيير جوهري في هذا المجال لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه وبدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهدف النهوض بمنظومة العدالة الجنائية وامتداد لما تحقق من نجاحات متميزة أحرزتها مملكة البحرين في سجلها الحقوقي والإصلاحي تواصل البحرين المضي قدما في تعزيز التشريعات التي تعنى بحماية حقوق الطفل واستقرار بيئاته النفسية فمن بين التشريعات النوعية التي صدرت بهذا الشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والذي منح مصالح الطفل الفضلة الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وذلك اتساقا مع المعايير الدولية في هذا الشأن ومن أبرز المسائل الجوهرية التي تضمنها القانون هو التقرير الاجتماعي للطفل الذي سيقوم بإعداده متخصصون في المجالات النفسية والاجتماعية أمام محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال واللجنة القضائية للطفولة وذلك في ظل رقابة قضائية مستمرة لحالة الطفل ومراقبة وضعه أثناء تنفيذ التدبير البديل أو العقوبة وبناء على التقارير المرفوعة عن حالته يتم التقرير في مدى استمراره في تنفيذ التدبير أو العقوبة أو استبدالها بأخرى أو انهائها مع متابعة دورية لحالاته الاجتماعية والنفسية ومدى التقدم والتحسن في حالته ومن بين إنجازات منظومة العدالة الجنائية يأتي التعديل على قانون العقوبات بشأن معقبة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته والذي يأتي في إطار تطوير منظومة حماية كيان الأسرة وضمان تلبية متطلبات حاجات الطفل العاطفية وذلك من خلال سد الفراغ التشريعي في هذا الجانب وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والاستقرار الأسري كون الأسرة البنة الأولى في بناء المجتمع فمتى صلحة الأسرة صلح المجتمع بأكمله